السلام عليكم هواوي أصدرت ثلاث هواتف من سسرة النوبا واحد قبل الـ P20 لو تذكرون والـ P20 Pro النوبا 3E ومن ثم النوبا 3 وبعدين النوبا 3i كثير منها صار ملخبط شوي لذلك في هذا الفيديو إن شاء الله راح يكون مفيد وأقدر أساعدك في اختيار أي نوبا الأنسب بالنسبة لك أولا بالنسبة للساعات التخزينية والرام والأسعار النوبا 3i راح يكون بنسخة 64 مع 4 جيجا بايت بسعر 1090 يال سعودي لما ننتقل للـ 3i 1290 4 مع 128 جيجا بايت لما ننتقل للنوبا 3 فأيضا راح يكون بنفس الساعة التخزينية وأيضا بنفس الرام الموجود في 3i الجديد بالذكر أنه الهواتف متشاركة بشكل كبير جدا من ناحية مفهوم التصميم وأيضا تقريبا نفس جودة التصنيع النوبا 3i يأتي بجودة التصنيع جيدة جدا لكن فيما يخص بـ 3i و 3i راح يكون يملك نفس جودة تصنيع طبقة جهازية من جهة الأممية وأيضا في الجهة الخلفية وأيضا إيطار من الألمنيوم مفهوم الألوان مختلف عن ما هو موجود في 3i وهو جميل الصراحة على كلا الهاتفين ومقاييس الأبعاد الخاصة بـ 3i تختلف قليلا فمع أنه مسكة كل جوار راح تكون ممتازة لكن لو تبغى حجم أصغر فهنا أقول لك لا خذ النوبا 3i لأنه يملك 5.84 إنش مقارنة بـ 6.3 إنش طبعا لما نتكلم عن السماكة والوزن فالنوبا 3i 7.4 مليمتر 145 جرام 3i راح يكون 7.6 مليمتر و 169 جرام أما فيما يخص بـ 3 فهو 7.3 مليمتر و 166 جرام باختصار 3 هو الأقل سماكة والنوبا 3i هو الأخف وزن مقارنة بـ 3i وأيضا بـ 3 أمانة ما حسيت أنه في مشاكل نهائية من ناحية السماكة ولا حتى من ناحية الوزن كل هذا الهواتف متفقة في مثالة أنه سماعة خارجية واحدة كل هذه الهواتف راح تقدم لك في نظام LED للتنبيهات كل هذا الهواتف راح تعطيك الفيس اللاك وأيضا فيما يخص بالبصمة والأمر الغريب شوي أنه 3i راح يكون بـ Micro USB عكس ما هو موجود في 3i وأيضا في 3i واللي راح يقدم لك الـ USB أو راح يقدم لك الـ USB الـ Type-C بالنسبة للبطارية فعندك 3i 3000 ملي امبير بالنسبة للـ 3i 3340 ملي امبير ومن ثم النوبا 3 واللي هو الأكبر من ناحية البطارية 3750 ملي امبير فبكل تأكيد 3i راح يكون الأفضل من ناحية أداء البطارية 3i بعدين 3i من خلال تجربتي اليومية أقدر أقول أنه 3i راح يعطيني 4 ساعات ونصف الساعة إلى 5 ساعات ونصف الساعة 3i راح يعطيني ما بين 5 ساعات إلى 5 ساعات ونصف الساعة 3i راح يعطيك ما بين 6 ساعات إلى 6 ساعات ونصف الساعة بالنسبة هذا المعدل من بطارية على كل هذا الهاتف أجدها جيدة جدا يعني راح تصمد معك إلى نهاية اليوم بدون أي مشاكل بالنسبة للأداء فهنا يعتمد على حسب استخدامك للهاتف لو استخدامك للمهام اليومية خفيف أقدر أقول لك النوبا 3i هو الأنسب بالنسبة لك كيرن 659 بالنسبة لو أداءك كان متوسط شوي فهنا أقول لك الكيرن 710 مع 3i هو الأنسب وهذا معالج جديد كليا طبعا لو كان أو استخدامك هنا أقوى تبغى رسوميات أعلى فهنا أقول لك لا خذ النوبا 3 لأنه راح يقدم لك المعالج الكيرن 970 نفس ما هو موجود في P20 أو في LP20 Pro بالنسبة للكاميرات فعندك النوبا 3i راح يقدم لك 16 ميجابيكسل مع 2 ميجابيكسل فيما يخص بالعمق نفسه أو في مسأة البروترات 16 ميجابيكسل هو الوحيد اللي يقدم القدلة بمساح أقل مقاطمة موجود في 3i وأيضا في 3 وهو الوحيد بكاميرا أمامية واحدة فقط لكن لما نشوف مثلا 3i هو 16 مع 2 ميجابيكسل وعندك 24 ميجابيكسل مع 2 ميجابيكسل باختصار أقدم أقول لك أنه النوبا 3i ركز بشكل كبير جدا على محبي السيلفي فركز على هذه النقطة أما لما تبغى إمكانيات أعلى شوي في الكاميرا فأقول لك النوبا 3 لأنه رح يعطيك 16 ميجابيكسل مع 24 ميجابيكسل هنا نلاحظ أن الكاميرا الثانية مخصصة للمونو كروم أو معربس الأبيض والأسود والكاميرا مامية 24 ميجابيكسل مع 2 ميجابيكسل نفس ما هو موجود في النوبا 3i للكاميرا الأمامية أقدر أقول أنه كل هذا الهواتف رح تقدم لك الذكاء الاصطناعي الموجود على كل الكاميرات الخاصة بسلسلة النوبا بما فيها الأربع كاميرات الموجودة في 3i وأيضا في 3i فما عندك أي مشاكل أضف على ذلك أنه أما التحسينات والإضافات اللي إضافتها شركة هواوي وأقصد من ناحة نظام الأنجريد الأوريو وواجهة الأموشن يو آي أقدر أقول لك أنه رح تلقى خاصية الجي بيو التابو واللي فكرتها أنه يزيد من تحسينات الرسوميات ويرفع الترددات الخاصة بالجي بيو أو كرت الشاشة بحيث أن تكون الألعاب جدا سلسلة لما تلعب وخاصة مع النوبا 3 رح تلاحظ هذا الشيء بشكل واضح جدا وأيضا من ثم النوبا 3i وبعدين النوبا 3i بالنسبة للصندوق والمحتويات الخاصة فهذا الشيء الجميل جدا أنه كل هذه الهواتف رح تقدم لك الأشياء اللي تحتاجها مثلا طبقة حماية مثبتة مسبقا على كل هاتف وغطاء خلفي وعندك السلك وأيضا الشاحن فما رح تشيلها من ناحية المحتويات اللي ممكن تحتاج أنك تشتريها مثل أي هاتف آخر هنا رح تلقاها موجودة بانتظارك بداخل الصندوق أوه صح نسيت ما أتكر نقطة بهما جدا أنه هذه الهواتف رح تقدم لك الألف وثمانين بي بلس بتقنية الاي بي اس ال سي دي الآن هواوي دائما متميزة في هذه الشاشات الاي بي اس ال سي دي وأقصد من أحد درجات التباين وعمق اللون الأسود تحديدا منافس وقريب جدا في مثالة أنه من اللون الأسود الموجود في تقنية الهولي دي فأتمنى أن هذا الفيديو كان مناسب أو مفيد بالنسبة لك في اختيار النوفا الأنسب لك شاركنا برايك في خانة التاليقات إذا عجبك الفيديو اضغط على الزر لايك إذا ما عجبك اضغط على الزر ديس لايك نشوفكم أخير إن شاء الله مع ألف سلامة